عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية محليا والتمويل اللازم لها في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالميا تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن وأوضح رئيس الوزراء أنه يرصد مع المسؤولين موقف توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق مشيرا إلى أن هناك تنصيقا تاما بين جهات الدولة المختلفة في هذا الشأن وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وبمتابعة أسعارها السوقية كما شهد الاجتماع مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج لتوفير الاحتياجات المحلية وكذا زيادة التصدير